التوتر في العلاقات بين روسيا وأمريكا مو موضوع جديد والعلاقات بينهم يعني طول عمرها مد جزر واليوم في حلقة جديدة من حلقات الهجوم الروسي على أمريكا واليوم على لسان وزير الخارجية سيرجي لابروف خلينا نسمع لابروف شخصياً إشكال نشت كولتورة ريفوليوصية في سنوات نعم، أنا أشعر أن هناك موضوعات تشخص جداً مثل مثل هذه الفيديوصية سنبديد من شرط المرسيز سنبديد من شرط المرسيز وليس لنا لا أشهر للمشأن نصف بقناتنا من المشاركين اثنانية الهجوم الناس واللوصف عشرين جداً لكن لا تريني إلى الآخر ما نشتر بقناة عندما نظر بحثة بلايخ الموضوع ومن درافع رغبية تشبه في الهدفة بلحكية. في الكتاباتات التي تحييبها تشبه رغبية في الهدفة ومن تحييبها في الهدفة. وهذا أيضا هو صنعات صنعية لفصيلة ومن تحييبها من خطف تغييت التعب. أرى أن يتعلم أن يتعلم أن يتعلم أن يتعلم أن يتعلم أن تتعلم أن يتعلم أن يكون لديها أتلا هذا أبسورد والتي تحركة أبسوردية قد لا يتعلم التصريحات التي ترى كانت ضمن مقابلة مع أساتذة علوم سياسية بثها التلفزيون الروسي الرسمي وفيها أتكلم لافروف عن أمريكا وموضوع العنصرية والصوابية السياسية وهو موضوع كبير وكنا تناولناه في حلقة سابقة وخليني أحاول أشرحه ببساطة الصوابية السياسية وتعبير جدلي أو political correctness زي ما يسموه بالإنجليزي البعض بيعتبره ضمان أنه لعدم الإساءة لأي شخص أو فئة والبعض الآخر لا بيعتبره تكنيم للأفواه ومحاولة لعدم عرض الآراء المخالفة تصريحات لافروف ممكن نختصرها بكلمة واحدة وجهها للأمريكان زودتوها وقال أنه العنصرية ضد البيض والصوابية السياسية بدأوا يزيدوا في أمريكا ووصلوا لأقصى حد ممكن وأنه هذا الشيء سيكون له عواقب مؤسفة وقال أنه روسيا طول عمرها داعمة الاتجاه العالمي ضد العنصرية لكن اللي بيصير في أمريكا تو ماتش وأنه فكرة حياة السود مهمة مو المفروض تتحول لعدائية ضد البيض ترجمة نانسي قنقر